السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطر وأعظم ثلاث ساعات في رمضان تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم نعم ورب الكعبة أخطر وأعظم ثلاث ساعات في رمضان لو قدرنا نغتنمهم صح نفوذ برمضان بفضل الله سبحانه وتعالى ايه هم الثلاث ساعات تعالوا نشوفهم مع بعض اول ساعة هي الساعة التي قبل الفجر مباشرة تمام كده لان الساعة دي في التلت الاخير من الليل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى السماء الدنيا اي نزولا يليك بجلاله وكماله فينادي انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاجيبه من ذا الذي يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له ويظل الحق سبحانه وتعالى يكرر تلك الاسئلة الثلاثة حتى اذان الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخير وفي رواية عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء إبا أقرب موضع وأقرب وقت يكون فيه العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى والدعاء مستجاب بالنسبة مئة بالمئة بفضل الله هو حينما نكون ساجدين في الساعة الأخيرة التي تكون قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل إن احنا نكون ساجدين بين يدي الله بنصلي وندعو ونحن في حال السجود فدي أكثر وقت بيستجاب فيه الدعاء بفضل الله والمولى عز وجل في ذلك الوقت ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى يا حباذة بقى يعني نصلي في الوقت دوت يعني ركعتين بمئة آية ويتكتب لنا قيام ليلة كملة بفضل الله كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين يعني يكتب لنا قيام ليلة كاملة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات بفضل الله ممكن نجيبهم إزاي بدون تحديد فقط نقرد بس إيه من باب التيسير ممكن أول أربع صفحات في جزء عامة دول معديين بفضل الله معديين المئة آية يعني نقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وأول صفحتين من جزء عامة ثم نكمل للركعة في الركعة الثانية نقرأ الفاتحة والصفحة الثالثة والرامعة من جزء عامة كده كمنا المئة آية وزيادة بفضل الله يتكتب لكم قيام ليلة كاملة ممكن بصورة الواقعة نقسمها نصين في الركعة الأولى الفاتحة مع النص الأول من صورة الواقعة والركعة الثانية الفاتحة والنص التاني من صورة الواقعة أو أي مئة آية أنا أذكر لكم فقط على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد ممكن تكرار صورة الإخلاص كل هو الله أحد هي أربع آيات فممكن لو قرأناها مثلا 25 مرة أو 30 مرة أو أكثر المهم ما تقلش عن 25 مرة عشان يبقى وصلناها لمئة آية تمام كده ونوزعها على الركعتين هنقول طب هو كان النبي كان بيكرر الآيات نعم كان بيكرر الآيات صلى الله عليه وسلم والدليل ما رواه ابن ماجا بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها حتى أصبح وهي قول المولى عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يبقى إذن تكرار صورة الإخلاص جائز إن شاء الله بفضل الله وبخاصة أنه ورد فضلها في أحاديث صحيحة يعني النبي عليه السلام قال كما عند البخاري ومسلم قال كل هو الله أحد تعادل ثلثة القرآن فلو قرأناها مثلا ثلاثين مرة أسمناها على ركعتين يبقى كده يكتب لنا قيام ليلة كاملة وفي نفس الوقت بفضل الله يتحسب لنا كأننا ختمنا القرآن عشر مرات في الركعتين دولت في الثواب وليس في الإجزاء يعني لا تجزي عن قراءة الفاتحة لابد من قراءة الفاتحة وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من قرأ كل هو الله أحد عشر مرات بان الله له بيتا في الجنة فمن خلال الركعتين دولت يتبني لحضراتكم لكل واحد ولكل واحدة ثلاث قصور في الجنة إيه الجمال ده كله كل ده في ركعتين بفضل الله يبقى دي أول ساعة اللي هي قبل الفجر طب والساعة الثانية يا شيخ محمود الساعة اللي بعد الفجر ما احنا هنصلي الفجر؟ طبعا الرجل مطالب واجب عليه أن يصلي الصلاوات الخامسة في المسجد وكذلك الجمعة المرأة غير واجب عليها أنها تصلي في المسجد إنما الواجب عليها أنها تصلي الصلاة سواء في بيتها أو في المسجد كما تشاء يعني لو أرادت أن تصلي في المسجد فلا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حبت تصلي في البيت فلها ذلك ولها نفس أجر الرجل وهو يصلي في المسجد فيه جماعا واضح كده فلما هنصلي الفجر هنعود بعد الفجر نذكر ربنا سبحانه وتعالى نقول أذكار الصباح ثم بعد ذلك هيبع عندنا وقت جميل جدا بعد أذكار الصباح هيبع عندنا ساعة كاملة الساعة الكاملة ديت ممكن نقرأ فيها على الأقل جزئين من الكرآن ثم بعد الشروق بربع ساعة هنصلي الضحى أنصليها ركعتين يتكتب لنا أجر حجة وعمرة تامة لو زودناها وخلناها أربع ركعات يبنى لنا بيت في الجنة إيه الدليل على المعلومة دي وإيه الدليل على المعلومة التانية تعالوا نعرف بس برضو نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم إيه الدليل على المعلومة الأولى أنها يتكتب لنا أجر حجة وعمرة نافلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال من صلى الصبح في جماعة ده بالنسبة للرجل المرأة لها نفس الأجر وهي بتصلي في البيت من صلى الصبح فيه جماعة ثم جلس فيه مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الأم الضحى كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 واضح كده طب وإيه الدليل على أن يبنى لنا بيت في الجنة الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى أربعا ركعتين وركعتين وقبل الأولى أربعا يعني قبل الظهر أربع ركعت اللي هي سنة الظهر برضو ركعتين وركعتين من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة يبقى دي الساعة الثانية الساعة الأولى اللي قبل الفجر والساعة الثانية اللي بعد الفجر طب والساعة الثالثة اللي قبل الإفطار مباشرة لأن دي ساعة وقت بفضل الله فيها دعاء مستجاب وخصوصا عند الفطر بفضل الله تمام ورد عند ابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات أو ثلاث لا ترد دعوتهم وفي رواية ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كان من أول هؤلاء الثلاثة الصائم حين يفطر الصائم حين يفطر تمام فلما نيجي عند الإفطار في للصائم دعوة مستجابة فهيريت نخلي الدعوة ديت لينا ولكل المسلمين في أقطار الأرض ندعي الأهلنا في غزة وفي سائر فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي السودان وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد العالم في تونس والجزائر والمغرب في كل بلاد العالم ندعو لكل بلاد المسلمين لا ننسى بلدا أبدا ندعو لكل بلاد المسلمين بأن يحقن الله دماءهم وأن يفرش كربهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعلهم من أهل الجنة وأن يجمعن بهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يوسع أرزقهم إلى غير ذلك وهناك ملك يقول آمين ولك بمثل كما قال صلى الله عليه وسلم وبه أختم كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ذو الأخطر وأعظم ثلاث ساعات في رمضان إوا طفوتهم ساعة قبل الفجر ساعة بعد الفجر ساعة قبل المغرب أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته